قصة الأنف المقطوة نقدم لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال موقعنا قصصاً واقعية ومسلية جداً ورائعة فيها عبرة وحكمة عظيمة ومفيدة لجميع الأعمار قصة اليوم بأنوان الأنف المقطوة تحكي عن حياة مملكة بعيدة من قديم الزمان عاش أهلها حادثة عجيبة غيرت حياتهم وتفكيرهم إلى الأبد أترككم الآن مع القصة وأتمنى أن تنال إعجابكم يحكى أن في زمن بعيد جداً مرض أحد حكام البلاد وأصيب بمرض خطير جداً استدعى جميع الأطباء في مملكته لعلاجه ولكنهم جميعاً اتفقوا أنه ليس هناك أي دواء لمرضه سوى بقطع أنفه استسلم الحاكم لعلاج الأطباء عندما تملك منه اليأس وبالفعل قاموا بإجراء اللازم وبعد أن تعاف الحاكم من مرضه نظر إلى وجهه الذي أصبح بشعاً بدون أنف ولكي يخرج نفسه من هذا المنظر والشكل المحرج أمر أن يقوم وزيره وجميع موظفيه في القصر بقطع أنوفهم حتى يتساوى الجميع ولا يعيبه أحد بسبب أنفه وبالفعل قطع جميع موظفي المملكة أنوفهم وعندما ذهب كل منهم إلى منزله أمر زوجته وجميع أفراد بيته بقطع أنوفهم أيضاً ومع مرور الوقت صار هذا الأمر عادة وجزءاً من ملامح أهل هذه البلدة واشتهروا بذلك وبمجرد أن يولد أي مولود جديد يتم قطع أنفه على الفور مرت سنوات وفي يوم من الأيام زار أحد الغرباء هذه المملكة وكان ينظر إليه الجميع وكأنه قبيح وغريب ومنظره عجيب جداً حيث يتدول من وجهه أنف سليم فبحكم السلطة والعادة التي صارت جزءاً من هذا المجتمع صار الخطأ في نظرهم صواباً وصار الصواب خطأ فأخذ الجميع يضحك ويقاقه على هذا الرجل الغريب ذي الأنف وأخذ الأطفال يشيرون إليه في دهشة وتعجب قائلين انظروا إلى هذا الكائن البشع ذي الأنف العجيب نسوا جميعاً أنهم كانوا أصحاب أنوف في الأصل وأن العيب فيهم وليس في أحد آخر غيرهم هل تدرون من هذا الملك ومن هم أهل هذه المملكة؟ كم من خطأ نعتدنا عليه وصار أصوب من الصواب وندافع عنه فقط لأنه من عاداتنا وتقاليدنا على الرغم من كونه مجرد خرافة أو خطأ ونعيب على الآخرين لمجرد اختلافهم عننا حتى لو كانوا على صواب أعزائي قبل أن تعيبوا على أي شخص تحسسوا أنوفكم أولاً تحسسوا عقولكم واسألوا أنفسكم أولاً كم من الأشياء تم قطعها منكم وحاولوا أن تكتشفوا الأخطاء التي ورثتموها عن الآباء أخرجوها من دلاب العاد والمألوف وضعوها على طاولة الدين والعقل وأعيدوا بناء علاقتكم معها لنستعيد سوياً حاسة الشم والتفكير شكراً للمشاهدة